موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث نديكم الأول للصحافة ووجهتكم للتحليل السياسي أرحب أولا بضيفي من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ سلطان الحطاب رئيس مركز عروبة للدراسات في الأردن تحياتي أستاذ سلطان أهلا فيك يا مرحبا أستاذ سلطان كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت الصحف ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش نتابع نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومع جريدة الأيام الخلاف حول الانتخابات يمنع الحسن في حوار المصالحة ومواجهات في عزون عقب محاولة لمستوطنين اقتحامها للحياة الجديدة الاحتلال يزير قرية كنعان ويعتقل خمسة ناشطين ووزير الخارجية الإسرائيلية المستقيل لبرمن يقول التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين مستحيل من القدس نقرأ السيد الرئيس يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة غدا لكن إتمام المصالحة يبقى معلقا حتى اجتماعا لاحق ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي أيلون يقول في قمة محتملة بين أوباما وعباس ونتينيهو في الربيع وربما رباعية مع العاهل الأردني أيضا ننتقل إلى أهم الصحف الصادرة في بعض الدول العربية ومن الدستور الأردنية القيادات الفلسطينية تفشل في إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام إلى صحيفة الغاد قوات الاحتلال تنكل بالأشبال الأسرة في سجر مجدو ومن الأهرام المصرية تصعيد جديد للعنف غدا في ذكرى التناحي ومجموعة بلاك بلوك تهدد باقتحام القصر الرئاسي الخليج الإماراتية عنونة كرن وفر بين الاحتلال ومناهضي الاستيطان نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومع القدس العربي هنية يدعو الفلسطينيين للتسجيل في الانتخابات والجهات ترفض المشاركة في الرئاسية والتشريعية إلى صحيفة الحياة اللندنية إصابة إسرائيليين بالفجار السيارة مفاقخة في تل أبيب ننتقل إلى الصحف الإسرائيلية ومن صحيفة هاريتس وزير الخارجية الإسرائيلي المستقل لبرمان يهدد وزارات الخارجية ستفق لي ولن نعطيها للبيد ومن صحيفة معرف المفاوضات على تشكيل الائتلاف تصل إلى طريق مزدود إلى صحيفة يدعوة أحرانوت فصل ألاف الجنود والضباط من الخدمة بسبب الأوضاع الاقتصادية وننهي هذه الجولة بأهم الصحف الأجنبية ومن واشنطن بوست الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا مقدمة لغارات أوسع أما صحيفة لوس أنجلس تايمز فكتبت اغتيال بالعيد سلط الضوء على عجل الحزب الحاكم وأخيرا من الغارديان البريطانية تونس لم تعد مثلا للثورة أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نتحول إلى العاصمة الأردنية عمان ونبدأ مع أستاذ سلطان أستاذ سلطان داني أبدأ بالخبر الأبرز سياسيا وهو مقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيلون عن أن هناك ترتيب لعقد قمة ثلاثية أو رباعية في الربيع عند وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما نتنياهو وأوباما والرئيس أبو مازن وأيضا يمكن انضمام العاهل الأردني ويجري الحديث حول هذه القمة بأنها ستعقد في عمان هل تعتقد بأن المعطيات لعقد هذه القمة أو الاستئناف المفاوضات في ضئ ما نسمع من تصريحات من بن يمين نتنياهو أو من وزراء حكومته السابقة أو التي ستشكل مرشحين يعني يكون فيها يبشر بأن هناك فعلا دفعة باتجاه استئناف المفاوضات في الربيع القادم يعني الحلقة المفرغة صنعها نتنياهو وحكومته التي تذهب إلى اليمين كل يوم أكثر فأكثر ولا يمكن كسر هذه الحلقة إلا بتدخل كبير مثل تدخل الرئيس أوباما الرئيس أوباما الآن في ولايته الثانية أكثر حرية وقدرة على الحركة هي ولايته الثانية التي يستطيع فيها أن يحقق ما يفكر به دون أن تكون هناك نفس الإعاقات الكبرى التي عاشها في ولايته الأولى ويطلع إلى تجديد هذه الولايات ثانيا هو يشرك أكثر من طرف في هذه القمة القادمة ربما في آذار وبالتالي الأردن له دور كبير جدا في دفع عملية السلام وكان أيضا له دور في منع مزيد من إنهيارها بزيارة إقام بها نتنياهو إلى الأردن وأيضا بالاتصالات الأردنية المستمرة وأيضا إسناد الرئيس محمود عباس رئيس سلطة الوطنية الفلسطينية باعتباره شريك في عملية السلام وممثل للشعب الفلسطيني وأعتقد أن الفرص الآن متاحة للمصالحة الفلسطينية أكثر فأكثر سيمو أن هذه المصالحة قد قطعت بعض الخطوات العملية على طريق إنفاذيها مما يستدعي أن هناك جسما فلسطينيا واحدا نعم سيكون في الحوار وبالتالي أنا أعتقد أن الفرص مواتية حتى أذار القادم لأن المجتمع الدولي مل استمرار موقف الحكومة الإسرائيلية المستمر في الاستيطان والرافض لعملية السلام وموضوع المصالحة سندخل فيه بإسهاب أكثر أستاذ سلطان طبعاً لمعطيات التي استجدت بعد آخر اجتماع في القاهرة يوم الجمعة للقيادات الفلسطينية والفصائل لكن أتحدث عن المعطيات هل تعتقد بأن أوباما الذي يقولك بأنه في ولايته الثانية ومتحرر أكثر هو يعني يستطيع أن ينفذ فعلاً ما يفكر به وما الذي يفكر فيه أصلاً هل ما يقوله باستمرار باتجاه علاقة الاستراتيجية مع إسرائيل ودعمه وإسناده لدولة إسرائيل وانحياز الكامل أما سمعنا في خطابه في القاهرة إبان أول يعني ولايته الأولى أو ما قالوا فيه في تركيا هل تعتقد بأن ما يفكر فيه أصلاً أوباما هو واضح للعيان أو نستطيع أن نستقرئه بشفافية تجاه مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تفهم تماماً معطيات الصراع وأبعاده وتعلم يقيناً أن اليمين الإسرائيلي ممثل في حكومة ناتينياهو هو الذي يرهن أي خطوة باتجاه عملية السلام وفي العقل الأمريكي أن السلام مصلحة إسرائيلية أيضاً وبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس أوباما سيدفع بهذا الاتجاه من أجل أن يكون هناك فرصة لعملية السلام سيما أن الفلسطينيين في مسعاهم الأخير باتجاه الأمم المتحدة قد انتزعوا حقهم في إقامة دولة فلسطينية طبعاً هي غير مكتملة مراقب ولكنهم باتجاه استكمال بناها من خلال المؤسسات والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وهم يتقدمون في هذا المجال مما يعني أن إسرائيل لن تعد مطلقة اليدين في احتلالها إذا اختلاع الفلسطينيين هدم بيوتهم وارتكاب جرائم حرب بخصوصهم وبالتالي أنا أعتقد أن تطور ديناميات الاعتراف الفلسطيني في الأمم المتحدة سيخلق حقائق لدى المنظمات الدولية ولدى المجتمع الدولي وأيضاً بالإضافة إلى الموقف الأمريكي أيضاً إشراك الأردن وبالتالي توسيع دائرة المشاركة العربية حتى أذار القادم إذ أن أمور عديدة في المنطقة يمكن تكون قد انجلت مما يدعو إلى إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية التي انحصر الاهتمام بها نتيجة الحالة في الربيع العربي الذي جعل كثير من الأنظمة تنصرف إلى اقتلاع أشواكها إذا جاز هذا التعبير وبالتالي أنا أعتقد أن شل اللجنة الرباعية المعنية بإيجاد منافذ للتسوية وضعف أيضاً الدور العربي في رفض القضية الفلسطينية ومزيد من التوترات التي عاشتت المنطقة كل هذا قد يدعو الإدارة الأمريكية إلى انتشال عملية السلام من أسر الحكومة اليمينية الإسرائيلية حكومة ناتينياهو التي بدأت تنكر تماماً لهذه العملية وتدير الظاهر وتحاول استبدالها بواقع وحقائق جديدة تمرسة على الأرض في الاستيطان وفي أيضاً حتى شبكة العلاقات الإسرائيلية الدولية يعني على الأقل يمكن أن نتفق من أن إسرائيل ليس لها مصلحة في فتح أو نبش ملف التسوية مع الفلسطينيين خلال هذه الزيارة وهذا ما لاحظنا في محاولة تجيير زيارة أوباما ما للحديث حول الملف النووي الإيراني أو حول الملف السوري ومستبعيدين حتى مجرد الحديث عن مسيرة السلام في صحيفة الحياة اللندنية أستاذ سلطان كتب سليم نصار مقالة بعنوان هل تشعل إسرائيل الحرب قبل وصول أوباما إلى المنطقة يستشد بأكثر من معطى على الساحة الإيرانية والسورية وأخر ضربة إسرائيلية على سوريا وما تحاول إسرائيل فعل ويقول أنه يتوقع المراقبون أن يبحث أوباما أيضا مسألة إيران وتقصيب اليوران ربما يشجعه على هذه القطوة الموقف المارين الذي أبداه وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الذي أعرب عن استعداده للدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن حول البرنامج النووي وحول هذا الموقف يرى نتنياهو بأن وصول إيران إلى المفاوضات من دون حلفائها في سوريا ولبنان وغزة يبقى ضغط العقوبات غير كافي لذلك يفسر المحللون تدخل إسرائيل في الحرب الأهلية في سوريا بأنها خطوة مدروسة قد تشعل حربا مباغتة مع حزب الله قبل وصول أوباما إلى المنطقة طبعا معطى إيراني وسوري وملحقاته هل تتفق مع ما يقول سليم نصار في هذه المعادلة أم أنه لن يجرؤ نتنياهو أن يقدم على هذه الخطوة يعني أتفق معه إلى حد كبير لأن هذه اللعبة الإسرائيلية دائما كانت بالهروب إلى الأمام وتعطيل أي عملية أو إجهاضها قبل وقعها إسرائيل ستعمل على محور داخلي داخل ولايات المتحدة الأمريكية في التاليب ضد الرئيس الأمريكي إن من خلال مجلس النواب أو الكونغرس أو من خلال اللوبيات السهيونية المختلفة وبالتالي محاولة ثانيه أن يكون جادا وإيجاد هذه الزيارة واجعلها شكلية أو تغيير برنامجها وعلى المستوى الإقليمي في المنطقة أو المستوى الخارجي سوف تقوم إسرائيل بإدخال عوامل جديدة تمنع الرئيس أوباما من أن يواصل رغبته أو يواصل عملية البحث عن مخرج لعملية السلام حيث يمكن أنها تملي وقائع جديدة وخاصة أن المنطقة متحركة ليست ثابتة هناك مآلات جديدة للحالة السورية قد تذهب هذه الحالة إلى مزيد من التفجر قد لا تفلح الجهود في حقن الدماء في سوريا قد يتشضى الوضع السوري بشكل أكثر ومضطرد أيضا قد تكون إيران أبعد أو أقرب لتفاهمها للحالة القائمة في المنطقة لأن إيران قد يجري احتواء موقفها أمريكيا وأوروبيا كما تدلل المؤشرات الأولية الآن بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى القاهرة وهذا يشكل خطورة على الموقف الإسرائيلي إسرائيل لا تريد إيران أن تقترب من المنطقة أكثر إسرائيل لا تريد إيران أن تقترب حتى من فهم الإشارات المرسلة لها من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيران معزولة تريد إيران مصر على موقفها من السلاح من النشاط الناوي وبالتالي الاستعداء عليها أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تلعب بأكثر موراق يمكن أن تقوم بشن رجوم على جنوب لبنان وعلى حزب الله يمكن أن تتدخل في الموضوع السوري وقد أرسلت إشارات تبين أن الطريق مفتوح أمامها للتدخل حين زعمت أن هناك أسلحة موجهة من سوريا إلى حزب الله وبالتالي يمكن لإسرائيل أن تخلق حقائق جديدة أو عدوانات جديدة أو أوراق جديدة أو أن تستفيد من معطيات ومبرات جديدة طيب على هذا الصعيد أنت ترجح أن تختلق إسرائيل هذه المعدلة طيب على الشأن الفلسطيني والحديث عن آخر اجتماع لفصائل الحركة الوطنية وفصائل منظمة التحرير وحماسة وغيرها وشخصيات المستقلة في القاهرة تتواتر المعلومات حول قضايا الخلاف أو ما أنجز وأن ببطء شديد أو ما يمكن أن يحتاج إلى وقت أكبر مما اعتقد بأنه يحتاج مسألة الانتخابات تبدو الأورقة الأكثر صعوبة في هذا الباب بين انتخابات المجلس الوطني وانتخابات التشريعي نقاط خلاف كبيرة الدوائر وأهل وتمثيل نسبي كامل أم 75 نسبي و25 دوائر في بعض الوكالات أبرزت نقاط الخلاف بين الحركتين رغم ما قالوا نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية للتحرير فلسطين ويقول بأنه في معظم القضايا حماس تخرج عن الإجماع ما تتوافق عليه حركات منظمة التحرير يقول فتح وجميع الفصائل والشخصيات المستقلة تريد نظاما انتخابيا واحدا للمجلس الوطني والمجلس التشريعي فيما تصر حماس على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل على أن يتم انتخاب 75% من أعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النسبي والباقي على أساس الدوائر الانتخابية جميع الفصائل لا تمانع أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في فلسطين أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني فيما ترى حماس أن لكل مجلس خصوصيته ويجب أن ينتخب أعضاء كل مجلس على حدة ويكون لكل مجلس دوره وصلاحياته فتح وفصائل منظمة التحرير يريدون الوطن دائرة واحدة وفي الخارج دائرة ثانية فيما ترى حماس أن الخارج يجب أن يكون ست دوائر انتخابية فتح تريد أن تتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات فيما ترى حماس أن يتم تشكيل الحكومة أولا ويكون دور هذه الحكومة انهاء الانقسام وبعدها يتم تحديد موعد الانتخابات التي تشرف عليها الحكومة جميع الفصائل وافقت على برنامج مشترك وهو وثيقة الوفاق الوطني التي تعتبر وثيقة الأسرة أساسا لها لكن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اعتبر أن هذا برنامج توافق وطني وأن لحماس برنامجها السياسي الخاص بها تعتبر فتح والفصائل الأخرى أن المقاومة الشعبية السلمية هي السبيل لتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني على حدود عام 67 أما حماس فإنها توافق على هذا البرنامج بما لا يلغي كافة أشكال المقاومة الأخرى وأن دولة فلسطين هي على كامل جميع أراضي فلسطين التاريخية حماس تريد تشكيل لجنة انتخابات جديدة للخارج أما ترى فتح والفصائل الأخرى أن يتم تشكيل لجنة فرعية للانتخابات في الخارج تكون فرعا للجنة الرئيسية أو المركزية للانتخابات أخيرا يريد الرئيس محمود عباس تحديد فترة الحكومة الجديدة وبرنامجها وحماس ترى أنه يجب أن تأخذ وقتها الكافي لإنجاز مهمتها يعني الرئيس بدليةها ثلاثة شهور فقط حماس تريدها لوقت كافي رأيك في نقاط هذه القضايا الجوهرية كما لخصتها وكالات الأنباء أستاذ سلطان تبدو دقيقة وجوهرية في مسألة الانتخابات بين الوطني والتشريعي نايف حواتما قال بأن هذا يعني أن هناك سيكون مرجعيتين للمجلس الوطني ومرجعية للمجلس التشريع ما رأيك؟ يعني أنا أعتقد أنه إذا توفرت الإرادة لن تعدم الوسيلة المهم هل الإرادة حقيقة عمليا متوفرة لدى الفصيلين الأسيسيين للذهاب إلى المصالحة؟ هل استشعار الخطر من غياب المصالحة وارد في الذهن بدرجة مركزة وقوية؟ إن كان ذلك كائنا فإن ذلك يصبح تفاصيل إذا أردنا أن نحصر نقاط الخلاف فإننا لن ننتهي إلى المصالحة وإذا أردنا أن نمسك بنقاط التوافق فإننا سنذهب إلى المصالحة أعتقد أنه حاني الآن وقت المصالحة لأن الظروف الإقليمية التي كانت تتضرع بها القوى الفلسطينية الداخلية أو الحدرة الذاتية الفلسطينية أمام الظرف الموضوع الخارجي أعتقد أن الضغوط الخارجية قد أصبحت أقل وأخف حماس خرجت من سوريا الضغط الإيراني لم يعد كافيا على حماس لمنعها من المصالحة الموقف الإسرائيلي بتحذير السلطة الوطنية وتحذير رئيس محمود عباس من إجراء مصالحة مع حماس وإلا كان ذلك إرهابا تجاوزه الرئيس الفلسطيني تماما وأدار له الظاهر كما أدار الظاهر للتحذيرات الأمريكية والإسرائيلية في الذهاب إلى الأمم المتحدة السلطة حققت خطوة رائدة في انتزاع الاعتراف بدولة فلسطينية في حين أن أيضا حماس صمدت في غزة ومكنت الرئيس الفلسطيني من أن يتحدث من موقع آخر وبالتالي أنا أعتقد أن الإنجازات التي حصلت هنا وهنا يجب أن تضف من أجل أن تسرع المصالح هناك أطراف تمنع هذه المصالحة داخل الفصيلين أو تحول دون الاقتراب بسرعة لها مصالح لأن الاحتلال الذي جرى تأبيده طوال هذه السنوات وحتى أيضا الإنقسام لا يجوز أن يؤبد بنفس طريقة الاحتلال لأن استمرار الاقتسام يخلق مصالح لبعض القوات تتمترس خلفها وتمنع هذه المصالحة نعم ولكن في التفاصيل أستاذ سلطان الأمر ليس متوقف فقط على أجواء عامة أو مطالبة شعبية بأنه يجب إجراء المصالحة وهي ضرورة وهم أنفسهم يعرفوا أن الضغط الشعبي لن يستمر يعني لن يتوقف حتى إنجازها ولكن في معطيات موضوعية يعني قضايا للانتخاب صحيح هناك نقاب موضوعية نعم لكن هناك فرق بين أن تعتقد حماس أنها تريد أن تحتوي الجسم السياسي الفلسطيني وتأخذه وبين أن تصبح جزءا منه يعني هناك فرق بين أن ترى قيادة حماس أنها تريد أن تقود منظمة التحرير بفصائلها دون أن تدفع استحقاقات الانضمام للمنظمة الاستحقاقات الدولية طبعا في قبول الاشتراطات الدولية لأي عمل سياسي وبالتالي يعني كلا الطرفين ينطلق من منطلق أنه يريد أن يبقى هو الرابح حقيقة أن المصالحة هي الربح وبالتالي أنا أعتقد أن الإصراع في إجراء الانتخابات وتسجيل الناخبين وهو الأمر الذي تعطل في غزة أعتقد أن ذلك يخرج بالفريقين من دائرة الارتهان للخلافات المتعددة الكثيرة الأصل الآن إجراء الانتخابات ما هو كيف على أي أساس نعم ما هو هذا هو يعني كيف نجري الانتخابات كيف نتوافق على آلية الانتخاب كيف كانت تجري الانتخابات فيما مضى يعني كيف كانت تجري الانتخابات عندما حماس تشترط آليات جديدة وأفكار جديدة فإنها تريد أن تكرس الحصة الأساسية لها خوفا من أن تشارك وبالتالي كيف جرت الانتخابات التي فازت بمجبية حماس وطيت حماس فرصة أن تفوز بنظام انتخابي تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية بالتالي لماذا الاشتراطات الجديدة الآن من جانب حماس على قانون الانتخاب وما إذا كانت الانتخابات ستجري أولا أو تؤجل أو يبطأ في إجرائها وما إذا كانت الحكومة ستشكل أولا ثم بعد ذلك يجري حل بقية المعضلات أم أن الحكومة ستؤجل يعني هذه المسائل لها هذه المناقلات أو هذا الجدل له علاقة بمصالح كل طرف يريد أن يحوز مصالحه ولا يريد أن يخلط أو أن يجمع بين أفكار الطرفين أنا أعتقد أن المستقلين عليهم أن ينهضوا الآن بواجب تجسير هذه الخلافات وأن يترك لهم أيضا مساحة من أجل أن يبلوروا ذلك لأن الشعب الفلسطيني أكبر من فتح والشعب الفلسطيني أكبر من حماس الشعب الفلسطيني أكبر من قيادة كلها وأيضا تاريخ نضال الشعب الفلسطيني لا يجوز أن يكرس الآن في هذا الانقسام المفجع والبائس الذي أودى بحقوق الشعب الفلسطيني وبالتالي كيف يمكن استقبال قمة يأتي الرئيس الأمريكي إلى فلسطين كما يزور إسرائيل ولا يكون هناك إنجاز كبير على صعيد المصالحة لأن المصالحة تأني أن هناك طرف فلسطين نعم المؤشرات لا تقول بأنه قد نكون قد أجزنا المصالحة قبل وصول أوباما لكن هناك مسألة أخرى أستاذ سلطان أريد أن أشير إلى ما يتناخل مثلا بعض المراقبين في كواليس الصالونات السياسية يقول البعض بأن حركة حماس تريد أن تورط الرئيس محمود عباس في رئاسة الحكومة لمدة ما هي أكثر من ثلاثة شهور وتريد أن تسهب في إجراءات انتخابات المجلس الوطني لأن ذلك يحتاج إلى وقت أكبر وربما تستجد في الحالة الشعبية ما يغضب الشارع تجاه هذه الحكومة بمعطياتها وبالتالي تضرب أكثر من عصفور في حجر واحد هذا يقال وهذا ما يتنبه منه البعض مثلا في مسألة أنه يجب تحديد فترة الحكومة وفترة الانتخابة هي مصالحة أم احتساب أخطاء هي بناء كماء أم فتح طرق يعني ما الذي يفكر في الطرفان من وراء هذه المصالحة يعني إذا كان هناك من يفكر في طورة الرئيس محمود عباس ليكون رئيس وزراءه بالتالي يحمل مسؤولية إجراءات يومية ومعيشية وحياتية تجعل الشعب الفلسطيني يمتعد من جملة من السلبيات التي تنعكس عليه بفعل الاحتلال وترحيلها إلى مسؤولية الرئيس في الوزارة فهذا أمر سيكون مكشوفا تماما وبالضرورة بالمقابل إذا كانت حمس ستذهب إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ويصبح رئيس المكتب السياسي على سبيل المثال رئيسا لمنظمة التحرير إذا ما تم الانتخاب أو ما تمت المصالحة فذلك يعني هل يعني ذلك توريط أيضا لأننا نستطيع أن نقول لنا على حماس حين تكون في قيادة منظمة التحرير أن تدفع استحقاقات عملية السلام وبالتالي الاعتراف بإسرائيل اعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67 كل ذلك يعني المصالحة أولا قبل أي برامج سياسية أخرى وإذا وضعنا البرامج السياسية مسبقا نقيم عملية السلام نقبل دولة فلسطينية في حدود 67 نفاوض إسرائيل ننفتع عليها إذا وضعنا كل هذه التصورات وهي تصورات مشاريع أو أجندات قبل المصالحة فإننا لن نذهب إلى المصالحة برنامج سياسية يجب أن تكون المصالحة أولا ومن خلال المصالحة اشتقاق البرامج المختلفة التي يتوافق عليها الشعب الفلسطيني وليس القيادات في الفصائل الفلسطينية أو الخندقة التي تضع الأجندات أنا دعني ألفت النظر إلى خبر طريف نوعا ما لكنه أيضا المضحك المبكي زياد الضاذة نائب رئيس حكومة حماس في قطاع غزة قال بأن قطاع غزة على استعداد لتقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية يقول بأن سلطة حماس في غزة تمكنت من التكييف الوضع الاقتصادي مع ظروف الحصار الإسرائيلي وجعل القطاع يعيش حالة اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات وفي المقام الأول منتجات الزراعية والحيوانية والملابس والأثاث على اقتراح حماس هذا ردت الحكومة الفلسطينية فياد رفض التعليق وضحك كثيرا لكن مسؤول في الحكومة بحسب وكالة معن قال بأن حماس تنظيم غني ومعه أموال لكنها ليست أموال حكومية تخص الشعب الفلسطيني أو خزينة الدولة بل هي أموال حقائب وأنفاق وهبات مالية من إحدى الدول العربية وأخرى دول إسلامية تأتي للإنفاق على التنظيم وتسليحه يقول نعم صحيح حماس تجب الضرائب من أهل غزة وتدخر من أموال الأنفاق وتأخذ إلى جيبها أموال الدعم القادم لسكان قطاع غزة وتصرفه على نفسها كما أنها لا تتحمل أي مسؤوليات حكومية فهي لا تدفع المياه ولا الكهرباء ولا حتى رواتبهم هم ورواتب الموظفين ولا التأمين الصحي ولا التعليمي ولا أي مستحقات تدفعها خزينة منظمة التحرير والجاليات في كل العالم ولذلك أعتقدوا أنهم يملكون بعض الكاش وأنهم قادرون على عرض مساعدتهم للحكومة في رام الله مغزى ما طرحه الضابة مثلا والرد من حكومة السلطة الفلسطينية هل تعتقد بأن هناك تجيير سياسي للرأي العام الفلسطيني بهكذا طرح؟ نعم هذا شكل من أشكال التضليل ليس على الفلسطينيين وحدهم إنما على العالم أيضا وعلى العالم العربي إذن غزة ليست بحاجة إلى المساعدات غزة إذن ليست محاصرة غزة إذن أوضاعه الاقتصادية أفضل من الضفة الغربية علي أن يصلح الأوضاع في غزة أولا قبل أن يذهب إلى هذه المزايدات البائسة هذا كلام بائس وغير مسؤول وارتجالي وذو طبيعة عنترية يعني غزة وقيادة حماس فيها لا تمتلك الخاتم السحري لتغيير أوضاع المحاصرين الذين يفتقرون إلى المواد الأولية في البناء وإلى مواد في الطاقة والكهرباء وإلى أشياء كثيرة 60% من مزانيات السلطة الوطنية تذهب إلى غزة إذا كان المطلوب أمام هذه التصريحات أن تمتنع السلطة مدام لدى غزة فائض يمكن أن يساعد السلطة إذن يمكن أن تفكر السلطة في وقف هذا الجزء الكبير أكثر من نصف الموازنة من إرساله إلى غزة وعند ذلك ما الذي سيحدث؟ هذا يساهم في الانقسام والانشقاق وفي زيادة أوضاع المواطنين الفلسطينيين في القطاع بؤسا هذه مزايدة سياسية فارغة لا قيمة لها وأعتقد أن مثل هذه التصريحات يجب أن تتوقف الآن أن يقف الشاب الفلسطيني الذي يراقب كيف ضرب الحصار عليه ولأي الأسباب ضرب هذا الحصار وطال هذا الحصار وجاعة ويجري المقايضة داخل هذا الحصار ومن خلاله أعتقد أن مثل هذه التصريحات البائسة لا تستحق التعليق أنا لا أتكلم هنا باسم السلطة يستطيع أن تدافع عن نفسها ولا يعنيني ذلك ولكن أنا كمتلقي عندما أسمع مثل هذا الكلام أتخيل أن المصرح يعيش في جزر الكناري مثلا وأتخيل أن غزة هي دولة مستقلة ذات سيادة وحدودها مفتوحة واقتصادها ناهض تستطيع أن ترسل فائضه إلى مساعدة الضفة الغربية إلا إذا كان هناك نفط قد اكتشف أو غاز يتدفق بكميات كبيرة نعم شكرا لك الأستاذ سلطان الحطاب رئيس مركز عروبة للدراسات في الأردن حدثتنا من العاصمة الأردنية عمان شكري الجزيل لك شكرا شاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية إلى الزاوية الكاريكاترية فلتتفضلوا دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة